السلام عليكم طلبتنا الأعزاء محاضرة لهذا اليوم أساس فرض الضريبة وإضافة إلى القواعد الضريبية لابد من معرفة أن يترتب على التزام الأفراد بدفع الضرائب نتائج خطيرة بالتالي حاولت مجموعة من النظريات التقليدية والحديثة أن توضح الأساس الذي يستند أو تستند عليه الدولة في إلزام الأفراد أو المكلفين بدفع الضريبة وفقا للنظريات التقليدية القديمة كانت تقوم على فكرة المنفعة فكرة ماذا المنفعة؟ المنفعة التي يمكن أن يحققها المكلف من خدمات الدولة اعتبروا أنه اعتمدوا أنه شنو الأساس الذي يخلي الأفراد يدفعون أموال الضرائب الأساس هو الخدمات التي يحصلون عليها هؤلاء الأفراد من دفع الضرائب يعني أنا كأنما أدفع الضرائب الدولة مقابلها ستقدم لي خدمات فإذن اعتبروا أنه الموضوع هو عقد ضمني ما بين الدولة والمكلف في دفع الضريبة المكلف يدفع أموال الضرائب الدولة تقدم له خدمات اختلف طبيعة هذا العقد فهناك من يرى أنه هذا العقد هو عقد بيع خدمات يعني شنو عقد بيع خدمات؟ يعني الدولة تقدم لي خدمات مقابل هاي الخدمات أنا أدفع أموال الضرائب كأنما الدولة تتبيع للخدمات هناك رأي آخر قال لا هو عقد شراكة كأنما الدولة هي شركة كبيرة وجميع الأفراد أو المكلفين بدفع الضريبة هم أشخاص مساهمين في هذه الشركة ونتيجة لمساهمتهم كل واحد من هؤلاء المساهمين حسب مساهمته يدفع أموال الضرائب رأي آخر قال لا هو عقد تأمين أنا أنا مدأ أمن على الجزء المتبقي من أموالي أدفع جزء إلى الدولة على مدأحم أموالي المتبقية من الأخطار هذه الأفكار أو هذه النظريات جميعها نظريات خاطئة لماذا؟ لأن الدولة تقدم خدمات للأفراد كأفراد كمواطنين كجزء من الدولة بتقدم لهم خدمات حسب مساهمتهم أو حسب أنهم موجزء من الشركة أو حسب أنه تأمين ليش يعني إذا قلنا على مدأ أمن على أموالي الباقية إذن أنا في حال أنه خسارة أموالي الباقية أو تعرضت إلى كارثة أو إلى حريق هل الدولة ستعوضني؟ طبعا لا فإذن هو معقد تأمين هل هو عقد بيع خدمات؟ لا الدولة متبيع لخدمات الدولة أنا كشخص مكلب بالدفع الضريبة أدفع لها بس الدولة من تقدم لي خدمات تقدم لها كفرد من أفراد المجتمع هل هو عقد شراكة؟ هل الدولة شركة كبيرة وبها عضاء مساهمين؟ لا إذا كنا بها عضاء مساهمين وأكثر الأشخاص اللي يستفادون من الخدمات هم اللي يدفعون أموال الضرائب فهنا سيكون هناك خلال أو خطأ ليشلد أكثر الأشخاص اللي يستفادون من الخدمات اللي يتقدمها الدولة كما هو معروف أنه هم الطبقات الفقيرة أو المتوسطة هم الأكثر شيء اللي يستفادون من خدمات الصحة، التعليم، النقل فإذا أحنا قلنا أنه حسب استفادتهم من الخدمات هم يقدمون أموال الضرائب فهنا ستكون الخلل أنه إحنا كأنما سنفرض أموال على الفقراء على مدى نقدم لهم خدمات هو بالعكس الدولة دائما تأخذ أموال من الطبقات الغنية على مدى الساعد الطبقات الفقيرة فإذن هذه النظريات كلها نظريات خاطئة الفكر الحديث اتجه إلى فكرة التضامن الاجتماعي الفكر الحديث ذهب إلى فكرة التضامن الاجتماعي شو تقول هاي الفكرة؟ هاي الفكرة أو هذه النظرية تقول أنه جميع جهود الأفراد تضافر على مدى يتحملون جزء من الأعباء العامة مساعدة من عندهم إلى الدولة وهي بالمقابل هم كمواطنين وكجزء من هذه الدولة يتحملون هاي الأعباء ومساهمة منهم بمساعدة الدولة في أعباءها العامة واعتبروا أنه الشخص استندلوا إلى قاعدة اللي هي قاعدة العدالة أنه كل شخص يتحمل ضريبة حسب مقدرة التكليفية وليس حسب مقدرة انتفاعة من الخدمات يعني أنا أستفاد من الخدمات بس هالي استفادة ما إلها علاقة ما إلها علاقة دفع الضرائب ليش؟ لأن قلنا ممكن الطبقات الفقيرة عفوا هي أكثر طبقة تستفاد من هذه الخدمات إذن الاستفادة من الخدمات ما إلها علاقة بدفع الضرائب يعني أنا أستفع من الخدمات المقدمة كفرد من أفراد المجتمع أما دفع الضرائب فيكون التكليف حسب أو الأشخاص المكلفين بدافع الضريبة حسب مقدرتهم التكليفية نظرية التضامن الاجتماعي اعتمد على مجموعة من الأسس اللي هي شنية؟ أو الروابط ما يربط الدولة بالأفراد إما رابطة التبعية السياسية الجنسية إنه أنا أحمد جنسية هاي الدولة فأني من أدفع ضريبة كمكلف كمواطنة بهاي الدولة أو رابطة اجتماعية اللي هي أنا مقيمة بهاي الدولة أو حصلت على المواطنة أو رابطة اقتصادية إنه أمارس عمل اقتصادي أو أتمتع بحق بلكية اشترت ملك بهاي الدولة أو امتلك ثروة بهذا الأقليم إذن أنا من أدفع ضريبة كشخص مستفيد أو كمواطن أو كمقيم فهذه أساس فرض الضريبة بالنسبة لنظرية التضامن الاجتماعي هناك مجموعة منها القواعد قواعد تحكم فرض الضرائب الضرائب من دولة تريد تفرضها وعلى مدة تكون حصيلتها وفيرة أكو مجموعة من الأسس اللي لابد من أن تعتمدها أي دولة في فرض الضرائب القاعدة الأولى اللي هي قاعدة العدالة سابقاً كان المعروف إنه قاعدة العدالة إنه دولة تفرض ضريبة نسبية الضريبة النسبية يعني شنوه؟ يعني الدولة تفرض خمسة بالمية على كل دخل يحصل عليه المواطن يعني سواء كانت مهندس أو طبيب أو دكتور أو أستاذ جامعي أو عامل أو صاحب ثروة أو 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 شنو الصفات اللي ممكن أو الأعمال اللي ممكن يعملها الشخص كل هؤلاء الأشخاص الدولة تاهض خمسة بالمية من دخلهم سابقاً كان معروف إنه هذا يمثل عدالة ليش؟ لأنني من الكل أخذت خمسة بالمية بس مع التطور ومع وضوح المفاهيم بشكل أفضل أصبحت إنه هذه القاعدة أو هذه الضريبة هي بها إجحاف وليست عدالة ليش بها إجحاف وليست عدالة؟ لأنني أجي على الطبيب اللي راتبة مليون أخذ من عنده خمسة بالمية وأجعل الكاسب أو العامل البسيط اللي راتبة مية أخذ خمسة بالمية أنا هنا المبلغ اللي أخذ من الفقير هو نفس المبلغ نفس النسبة اللي أنا حاخذها من الغنية فهنان بيها إجحاف فما بيها أي عدالة العدالة إنه الدولة تفرض الضرائب التصاعدية الضرائب التصاعدية شو نقصد الضرائب التصاعدية؟ الضرائب التصاعدية اللي هي مثلاً أنا أقول الراتبة من مية إلى مية وخمسين هذا ما فيه من الضريبة أبدي مثلاً من اللي راتبة 300 أربعمية خمسمية مثلاً من هذا أبدي أفرض 1 بالمية 2 بالمية إضافة لحد ما أصعد مثلاً للي داخله مليون أو مليونين أو ثلاث ملايين هذا أفرض مثلاً عليها 10 بالمية 15 بالمية هذه تصاعدية كل ما يزيد الدخل زيد الضريبة هذه ممكن تكون بيها عدالة ليش؟ لأنه هنا المكلف حيدفع حسب مقدرة التكليفية مو أجآني أفرض على الطبيب والمهندس والمحامي والكاسب والعامل البسيط نفس النسبة لا هاي ما بها عدالة إضافة أنه التشريعات المالية أصبحت تأخذ بنظر الاعتبار شخصية المكلف مركز المالي الأعباء الاجتماعية هل هو مززوج هل هو عازب هل هو عنده أطفال هل هو زوجته موظفة عاملة ربة بيت هذه ممكن نأخذها بنظر الاعتبار عنده تحديد الضريبة إضافة أنه سعر الضريبة من تجي الدولة تريد تحدده حتحدد ضريبة أكو تختلف من الدخل المتآتي من عمل أو من رئيس مال يعني هل هذا الشخص هو موظف عامل بسيط هل هو يمتلك شركة يمتلك مصنع حسب حسب العمل اللي يقوم به يتحدد سعر الضريبة القاعدة الثانية اليقين اليقين أنه المكلف في دفع الضريبة وعلى ما تتوفر عندنا الحصيلة الضريبية الوفيرة وعلى ما يكون هناك هرب ضريبي لابد من أكو المكلف يكون عند علم أكو غضوه بالقوانين بالإجراءات بالآليات اللي تعتمدها الدولة في فرض الضريبة ما تكون القوانين ممكن تتحمل أكثر من تفسير في حال تحملت أكثر من تفسير أكيد المكلف هياخذ التفسير اللي ناسبه والتفسير اللي اللي ناسب هو على مود أنه يتهرب من الضريبة بينما هو المفروض أنه تتسم بالوضوح بالشفافية على مود وما تتحمل أكثر من تفسير على مود أثر بها ضرار أو أثرها سلبي على المكلف أو بالنسبة للدولة إضافة أنه لابد منها أنه هذه القوانين وهذه الإجراءات أنه تكون معروفة شون تكون معروفة من خلال وسائل الإعلام من خلال توعية من خلال إجراءات ممكن تتبع هذه الدولة على مود تكون واضحة ومعلومة لدى الأفراد القاعدة الثالثة اللي هي قاعدة الملائمة من نقول ملائمة أنه أنا أختار أنسب وقت ممكن أحصل به أموال الضرائب يعني الموظف هو وقت استلام داخله بالنسبة أو راتبة بالنسبة لأصحاب الشركات أو المصانح هو نهاية السنة المالية من يصفون حساباتهم إذن أختار الوقت الملائم اللي من خلاله ممكن ما يصير تهرب الضريبة ويكون المكلف قادر على دفع الضريبة النقطة الأخيرة أو القاعدة الأخيرة اللي هي الاقتصاد بالتحصيل أنا على مود أحقق الإرادات الضريبية اللي اللي الوفيرة لابد من أنه أقتصد يعني ما معقولة أنه أخلي مثلا مكلفين عفوا موظفين على مود يحصلون أموال الضرائب أخلي عدد كلش كبير وأفعل رواتب إذن أنا هنا أنا شستفادية إذا أنا عندي جيش من الموظفين على مود يجمعوني أموال الضرائب وهذول لازم أدفع لهم رواتب لا لازم أختار الآلية بأقل عدد من الموظفين الآلية الأنسب على مود أحقق وفرة بأموال الضرائب وأيضا ما يكون أكو هدر وأخسر جزء كبير من عدها بعملية التحصيل محاضرتنا لهذا اليوم التهت محاضرتنا القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة